بسم الله الرحمن الرحيم ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين صدق الله العظيم صدقت يا ربنا الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وبهذه الآية الكريمة نفتتح تغطيتنا في يوم عمان الحزين هذا هذا اليوم الذي لا نملك فيه نحن أهل عمان إلا أن نسلم بقضاء الله وقدره راضين بما كتب في لوح الله المحفوظ عالمين ومؤمنين بأن لكل أجل كتاب كما قال رب العزة الحي الذي لا يموت يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم بهذا الإيمان بالله تعالى نبدأ تغطيتنا هذه لمراسم جنازة جلالة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور السلطان المؤمن بالله وبعظمة الله وبقدر الله وبتقدير الله السلطان الذي اختاره الله جل وعلا إلى جواره مساء أمس الجمعة وهو يوم تتفطر فيه أفئدة كل عماني وكل محب لعمان بل كل إنسان يدرك بعين بصيرته ما بذله السلطان قابوس لأجل هذا الوطن بناء وتنمية وتوحيد وما بذله للعالم أجمع بعمله من أجل سلام الإنسان وتمأنينته في كل مكان ونزع فتاء النزاعات والحروب في المنطقة وفي العالم أجمع السلطان المؤمن الذي آمن أن الله تعالى ما خلق الإنسان إلا لعبادته وعمارة الأرض التي استخلفه الله تعالى فيها عبادة من أعظم العبادات فبنى عمان وحفظ الإنسان العماني من أن يكون وقود حرب لا حق من ورائها يستعاد ولا خير بها يرتجى أيها المشاهدون والمستمعون في كل مكان ها هو قابوس بن سعيد بين يدي الله تعالى فروح وريحان وجنة نعيم إننا مكلومون تتفطر قلوبنا حزنها وتفيض عيوننا دمعا فالراحل اليوم هو قائدنا الذي قادنا إلى بناء عمانا وحمايتها الراحل اليوم هو أبونا الذي نشر مضلة حنانه وفيض محبته على كل عمانيه الراحل اليوم هو معلمنا الذي تهجأنا في مدرسته حروف عمان حروف بناء عمان حروف وحدة عمان وحروف وئام مجتمعها وحروف استحضار تاريخها العظيم وحمله زادا للحاضر والمستقبل لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمع والشعب العماني وأشقاؤهم وأصدقاؤهم في كل مكان جميعهم اليوم صابرون محتسبون راضونا بإيرادة الله تعالى الذي يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور فأي عمل أحسن من بناء الأوطان وأي جهاد أعظم من جهاد التنمية وجهاد السلام وجهاد نشر الطمأنينة بين جميع بني البشرية مشاهدين ومستمعين الأعزاء في كل مكان نتابع معكم هذا الموكب المهيب لتشييع جثماني المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور رحمه الله نعم إننا مؤمنون بأن جلالة المغفور له سلطاننا العظيم قابوس بن سعيد قد أحسن عملا إلى عمان وطنا وإنسانا في كل بقعة من بقاع هذا الوطن العزيز الكريم كما أحسن عملا إلى الإنسانية جمعا فنسأل الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ربنا إن عزاءنا هو أن عبدك قابوس بن سعيد قد انتقل إلى جوار رب كريم منتقلا بزاد التقوى والإيمان وزاد الخير والبناء فتقبله يا رب العرش القبول الحسن واشمله يا رحمن يا رحيم برحمتك التي وسعت كل شيء ولا تبقي له ذنبا إلا غفرته وأدخله يا رب في جنات النعيم المقيم مع الصديقين والأبرار وحسن أولئك رفيقا إننا يا رب نؤمن بأن ما كان لنفس سلطاننا قابوس بن سعيد أن تغادرنا هذا اليوم إلى رحاب رحمتك إلا بإذنك مصداقا لقولك الكريم وما كان وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنيزي الشاكرين أيها المستمعون والمشاهدون في هذا البث المباشر بين إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان والإذاعات الوطنية وقناة مجان وكل من يتابع هذا البث المباشر لهذا الموكب المهيب الذي يستحقه المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله والمواطنون ورجال القوات المسلحة الباسلة مصطفون على جانبي الطريق لوداعي قائدهم الذي حقق لهم وأهداهم نهضة رسخت أسسا من التطور وضمن لها الاستمرارية لأجيال الحاضر والمستقبل ولقد صدر فجر هذا اليوم نعي صادر من ديوان البلات السلطاني جاء فيه يا أيتها النفس المطمئنة رجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إلى أبناء الوطن العزيز في كل أرجائه إلى الأمتين العربية والإسلامية وإلى العالم أجمع بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزو جين بالرضى التام والتسليم المطلق لأمر الله ينعى ديوان البلات السلطاني المغفور له بإذن الله تعالى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم الذي اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة بتاريخ الرابع عشر من جماد الأولى لعام ألف واربعمائة وواحد واربعين للهجرة الموافق للعاشر من يناير لعام ألفين وعشرين للميلاد بعد نهضة شامخة أرساها خلال خمسين عاما منذ أن تقلد زمام الحكم في الثالث والعشرين من شهر يوليو عام ألف وتسعمائة وسبعين للميلاد وبعد مسيرة حكيمة مظفرة حافلة بالعطاء شملت عمان من أقصاها إلى أقصاها وطالت العالم العربية والإسلامية والدولية قاطبة وأسفرت عن سياسة متزنة وقف لها العالم أجمع إجلالا واحتراما وإذ يعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة ليدعو الله جلت قدرته أن يجزي جلالته خير الجزاء وأن يتغمده بالرحمة الواسعة والمغفرة الحسنة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان وحسن العزاء ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ويوقن به عباده الصابرون المحتسبون الراضون بقضاء الله وقدره وإرادته إنا لله وإنا إليه راجعون مشاهدينا ومستمعينا في كل مكان نقف اليوم مع هذا المشهد المهيب ونحن نؤمن بقضاء الله وقدره وبأن الموت حق نودع هذه الروح الطاهرة نودع قائدا أسس أركان الدولة العمانية الحديثة يغادر هذا القائد الباني المعلم المؤسس يغادر هذه الدنيا وهو مطمئن بأن أبناء عمان هم على العهد ماضون في الحفاظ على كل منجز أسسه المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد عليه رحمة الله وترتفع في هذه اللحظات الحزينة التي تعيشها عمان في كل بقاعها ترتفع الأكف إلى الله عز وجل وتلهج الألسن بالدعاء إليه سبحانه بأن يغفر لهذا القائد ويسكنه فسيح الجنان مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اغفر للسلطان قابوس وارحمه رحمة واسعة وتجاوز عنه وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس تمر هذه اللحظات عصيبة على عمان لكن عمان وكما أسس لها وأراد لها قائدها المغفور له السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه ستبقى دولة المؤسسات والقانون وستستمر على نهجها الذي عرف عنها وكما عرفها العالم أجمع راسخة الأركان قوية البنيان ناشرة للمحبة والسلام مستمرة في نهجها القويم وهي تمد للجميع أشقاء وأصدقاء وجميع شعوب العالم يد العون والمحبة والسلام من أجل استقراري ووحدتي كافة ربوع العالم أيها المشاهدون والمستمعون في كل مكان إن العين لتدهى وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا قابوس لمحزنون إن لله وإن إليه راجعون إن وطننا الذي له تاريخ استثنائي وجذور حضارية ممتدة لآلاف السنين يملك تجارب إنسانية كبيرة وملحمات وطنية خالدة تشد من عزائم أبنائها وتبعث فيهم الهمم وجلالة السلطان قابوس حفر اسمه في قلوب أهل عمان وفي قلوب الشعوب العربية والإسلامية والعالم بأسره امتطى جواد الكفاح ووهب حياته لنهضة عمان ليحقق المجد لهذا الوطن في درجات الترقي الحضاري والإنساني حتى تبوأنا اليوم مكانة رفيعة بين الشعوب في مختلف المجالات لقد سبر المغفور له جلالة السلطان قابوس أغوار هذا التاريخ منذ صغره ووضعه مكونا أساسيا في نهضة عمان لاستعادة مجدها عمان هذا البلد الضارب تاريخه في القدم والذي يبرهن اليوم على تفرد حضاري وإنساني لوطن احتفظ بقوته وسيادته واستقلاله عبر العصور من مجام ومزون إلى عمان وأسهم أهله بدور عظيم في الحضارة البشرية عبر العصور شرقا وغربا عمان الأمة التي شكلت دولة عريقة قديمة قدم التاريخ بين بحار وصحارا وجبال وسهول وكان لهم شأن منذ القدم بين جميع الحضارات ما عرف أبناؤها طعم الهزيمة وما استزاغوا الهوانا على مر السنين وتقلب الأيام كانت مواقفهم وبطولاتهم حاضرة فتحطمت على قلاعهم وحصونهم أحلام الغزاة والطامعين وأقاموا امبراطورية عظيمة وصلت لشرق آسيا وأفريقيا لا تزال سيرتها تكتب في التاريخ وكما كان هذا التاريخ الوقود لسفن الأجداد التي شقت عباب بحر الصين حتى بلغ تقاصيها وارتفعت صواريها لتعانق المجد في وقت لم يكن العالم يعرف كما هو الآن كيانات سياسية بمسمى دول لقد استمد المغفور له جلالة السلطان قابوس من هذا التاريخ في رسم ملامح بناء عمان الحديثة ركنا رئيسيا في انطلاقة نهضتها والحفاظ على هويتها بلد عرفه العالم منذ القدم وتاريخ ظل العمانيون يبنون عليه مجدهم عبر حقب وأزمنة عديدة لعطشهم الدائم لمعانقة العلا يسطرون ملحمات بطولية لوطن لا ينتهي عشقهم الطاهر لترابه ولأن البناء كبير والمسؤولية أكبر تتأهب عمان اليوم تتأهب عمان اليوم وأبناؤها يودعون فقيد الوطن والأمة والإنسانية إلى مثواه الأخير يتأهبون لبدء مرحلة أخرى نهضة أخرى استمرارا لما كان لعمان من نهضات سابقة في التاريخ عبر الأزمان على سفوح الجبال وقممها وبين سهولها وثنايا حبات المال صحرائها حيث لا تزال تبوح بأسرار ذلك الماضي التليد فكان الوطن مع كل مرحلة وفي كل نحضة تتجدد فيه الروح في الأرض والإنسان لتضيف إلى هذا التاريخ رصيدا حضاريا آخر يكتب من ذهب نعم مشاهدين ومستمعين الكرام ومتابعين عبر مختلف القنوات نتابع معكم هذه التغطية المباشرة لتشييع جثمان فقيد الوطن وحبيبي قلوب العمانيين المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور أيها المشاهدون والمستمعون في كل مكان أيها المحبون الصادقون يا من كانت عمان ولا تزال في قلوبكم وشهدنا مع النهضتها منذ يوم الثالث والعشرين من يوليو المجيد على يد المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور نتابع معكم في هذه اللحظات الحزينة التي تعيشها بلادنا الغالية عمان مراسم تشييع جثمان جلالته فقيد الوطن والأمة والإنسانية من بيت البركة العام في ولاية السيب إلى مثواه الأخير في هذه الجنازة العسكرية المهيبة لابن عمان البار الذي أفنى جل عمره في خدمتها وبناء الدولة العصرية التي نعيش اليوم جميعا كمواطنين ومقيمين في كنفها دولة غسست على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والشريعة الإسلامية الغرى في بناء تتكون لبناته الأولى من إرث حضاري عظيم لإمبراطورية عمانية امتدت بطول الأرض وعرضها برا وبحرا إبراطورية نشر أبناؤها السلام ومبادئ الإسلام في كل بقعة وطئتها أقدامهم أمة تمتد جذورها في عمق التاريخ وفي وجدانه أيها المشاهدون والمستمعون الكرام نقف اليوم معكم في هذا الموقف العصيب بأرواح مكلومة وبمهج موجوعة وأعين دامعة وقلوب مؤمنة بقضاء الله تعالى وقدره ولنا في دولة المؤسسات والقانون التي بناها أبناء عمان الأوفياء رجالها ونساءها وفق نهج حكيم ومبارك قاده المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله تعالى وأكرم مثوى دولة هيأت لها عناية الله عز وجل قيادة حكيمة وشعبا وفيا وأبناء مخلصين وجيشا قويا هو درعها المكين وحسنها الحصين إن الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه ولا نقول إلا ما قاله الصابرون من قبلنا إنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد وغفر له وأسكنه فسيح جناته اللهم أكرم مثوى واغفر له ذنوبه وخطاياه وأدخله يا رب في رحمتك وغفرانك ومع هذه اللقطات التي نتابعها ونشاهدها الآن على الهواء مباشرة لمراسم تشييع جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور رحمه الله إلى جامع السلطان قابوس الأكبر حيث ستتم الصلاة عليه بحضور ضيوفي وكل من سيكون موجودا بإذن الله تعالى في هذه الجنازة المهيبة حيث سيواصل الموكب سيره بعد ذلك إلى حيث سيوارى جثمان فقيد عمان الثراء مشاهدين الكرام ومستمعين الأعزاء إن جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور رحمه الله انطلق في حكمه لعمان وهو شاب وضع ورسم في مخيلته وضمن خططه في معالم هذه الدولة العظيمة التي وصلت إلى ما وصلت اليه اليوم من رقي وتقدم ومكانة دولية عالمية والشباب هم عماد هذه الدولة وقد سخر لهم جلالته رحمه الله جانبا كبيرا من جهده فقد عني جلالته بالشباب منذ سنوات النهضة المباركة واهتم بتعليمهم وتنشئتهم على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وعلى المبادئ الكريمة لأهل عمان ذلك لأن الشباب هم من سيكمل مسيرة هذه النهضة المباركة المظفرة وقد أقيمت العديد من الصروح التي تعنى وتهتم بالشباب وفتحت لهم كافة المجالات لأن يبدعوا ويساهموا في مسيرة تنمية هذا الوطن الذي هو اليوم أمانة في أعناقهم لابد أن تكون عزيمة الشباب مستلهمة جذوتها من هذا الإرث العظيم الذي تركه جلالة السلطان قابوس بن سعيد لأبناء عمان نساء ورقال ذكور وإناث الكل مدعو في هذا اليوم وفي هذه اللحظات أن يسير على خطى مفجر النهضة العمانية الحديثة التي هي حديث القاصي والداني والتي اكتسبت سمعة في المحافل الدولية وحققت مؤشرات عالمية فهي مسؤولية كبيرة أن يذود الشباب عن منجزات هذا الوطن ويشمر عن سواعد الجد والاجتهاد لتسير عمان إلى مراتب أعلى من التقدم وتطور اللهم يا رحمن يا رحيم إنا آمنا بك وبقضائك وبقدرك اللهم إن السلطان قابوس في ذمتك وحبل جوارك فأنزله في جناتك مع الصالحين والصديقين والشهداء والأخيار والأبرار هذا السلطان الذي نذر نفسه لوطنه وأمته العربية والإسلامية وللإنسانية جمعا عمل بكل إخلاص وحكمة وستبقى سيرته وآثاره في وطنه وفي التاريخ الإنساني خالدة الموكب المهيب ومنذ انطلاقته من بيت البركة العامر العامر بلقاءات جلالته المحفوظة في سجل الذاكرة العمانية المشرفة الذي استقبل داخل أروقته زعماء العالم والأشقاء وعمل جلالته مخلصا للحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي والدولي مشاهدين الكرام ومستمعين عبر كل مكان نتابع معكم هذا الموكم المهيب الذي يحمل جثمان المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور رحمه الله وصل الآن مشاهدين ومستمعين الكرام جثمان المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد إلى جامع السلطان قابوس الأكبر حيث ستقام الصلاة بيان صادر من مجلس الدفاع يسترعي مجلس الدفاع انتباه المواطنين الكرام بأنه وبالإشارة إلى البيان الأول الذي أعلن فيه عن قيامه بدعوة مجلس العائلة المالكة للإنعقاد لتحديد من تنقل إليه ولاية الحكم فقد تسلم مجلس الدفاع هذا اليوم السبت بتاريخ الخامس عشر من جماد الأولى لعام ألف واربعمائة وواحد واربعين للهجرة الموافق الحادي عشر من يناير لعام ألفين وعشرين ردًا كريمًا من مجلس العائلة المالكة تمثل في أن مجلس العائلة المالكة قد انعقد وقرر عرفانًا وامتنانًا وتقديرًا للمغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس ابن سعيد المعظم رحمه الله وبقناعة الراسخة تثبيت من أوصى به جلالة السلطان في وصيته إيمانًا من مجلس العائلة المالكة بالحكمة المعهودة والنظرة الواسعة لجلالة السلطان قابوس ابن سعيد طيب الله ثراه وعليه أوكل مجلس العائلة المالكة لمجلس الدفاع القيام بفتح الوصية وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة من النظام الأساسي للدولة وابعون من الله وتوفيقه فقد عقدت جلسة فتح الرسالة وذلك في يوم السبت المؤرخ في الخامس عشر من جماد الأولى لعام ألف واربعمائة وواحد واربعين للهجرة الموافق الحادي عشر من يناير من عام الفين وعشرين للميلاد وبحضور كل من معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مجلس الدفاع بالإنابة معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك معالي الفريق سعيد بن علي الهلال رئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق ركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة اللواء ركن مطر بن سالم البلوش قائد الجيش السلطاني العماني اللواء ركن طيار مطر بن علي العبيدان قائد سلاح الجو السلطاني العماني اللواء ركن بحري عبدالله بن خميس الرئيس قائد البحرية السلطانية اللواء الركون خليفة بن عبدالله الجنيبي قائد الحرس السلطاني العماني كما حضر الجلسة كل من معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة سعدة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى فضيلة الشيخة الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا فضيلة الدكتور صالح بن حمد الراشدي نائب رئيس المحكمة العليا فضيلة الدكتور خليفة بن محمد الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا ويتشرف مجلس الدفاع بحضور أصحاب السمو أفراد العائلة المالكة الكريمة شهودا كراما على الإجراءات عليه فقد نال مجلس الدفاع شرف فتح الرسالة وقراءتها بشكل مباشر على جميع الحاضرين الكرام والإعلان بأن جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد المعظم حفظه الله ورعاه هو سلطان عمان حفظ الله عمان وجلالة السلطان دن أيها المشاهدون والمستمعون في كل مكان نواصل لحضراتكم وصف هذه المشاهد الحية لمراسم جنازة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد السلطان المؤمن بالله في يوم عمان الحزين هذا هذا اليوم الذي لا نملك فيه نحن أهل عمان إلا أن نسلم بقضاء الله وقدره راضينا بما كتب مؤمنين بأن لكل أجل كتاب اللهم أنت ربه وأنت خلقته وأنت هديته للإسلام وأنت قبضت روحا وأنت أعلم بسره وعلانيته اللهم أجزه عن الإحسان إحسانا وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان اللهم أننا نشهدك بأنه قد أحسن إلينا فاحسن إليه وللذين أحسنوا الحسن وزيادة يشاركنا الآن في هذا النقل الرائد محمد بن سعيد المشيخي إنها لحظات تاريخية لزعيم بنى نهضة عصرية أسس دعائمها وحقق مرتغاها تودعك عمان اليوم يا سيدي وهي تسأل الله العلي القدير أن يسكنك جنة الفردوس الأعلى مع الصديقين والشهداء لقد حكمت فعدلت نشهدك يا الله أنه أدى الأمانة فيارب اجعل مثواه الجنة نفتقدك اليوم وأنت القائد العسكري الذي أتقن فنون القيادة بكل معانيها وصفاتها وتطبيقاتها سيد السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور رحمك الله يا سيدي لقد كنت لنا نبراسا نهتدي به سيدي تودعك قوات السلطان المسلحة وهي في كامل عدتها وعتادها وجاهزيتها ننتقل الآن إلى الجامع الأكبر إذن ننتقل مشاهدين ومساعدين الكرام إلى جامع السلطان قابوس الأكبر بولاية بوشر حيث تؤدى الصلاة على المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أدى الصلاة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم بمعيتي أصحاب السمو والمعالي وقد أمل المصلين سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة سيد السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور رحمك الله يا سيدي لقد كنت لنا نبراسا نهتدي به سيدي تودعك قوات السلطان المسلحة وهي في كامل عدتها وعتادها وجاهزيتها تعاهدك يا سيدي بأن تظل شامخة أبية شعارها دائما الإيمان بالله الولاء للسلطان الذود عن الوطن وإخلاصها وعطاؤها لهذا الوطن الذي أسست بنيانه المرسوس في هذه اللحظات التي تودعك فيها عمان وشعبها الأبي نستذكر عطاؤك اللامحدود وحكمتك السديدة ورؤيتك الثاقبة التي شكلت لنا نورا نهتدي به في الظلمات ستفتقدك يا سيدي ميدين الشرف والواجب والبذل والعطاء فيا رب العالمين ويا أرحم الراحمين أسكنه جنة الفردوس الأعلى فإنه قد أخلص النية وأجاد المهمة إن قواتك المسلحة تكمل مسيرة البناء من أجل سلامة الوطن وحفظ ترابه الطاهر وحياضه المقدسة وهي تقوم بكافة مهامها الوطنية جنبا إلى جنب مع بقية المؤسسات الحكومية الأخرى ونحن نودعك يا سيدي في هذا اليوم فإن كل شبر من هذه الأرض يدعو لك بالرحمة والمغفرة فيا من رفع السماء بلا عمد يا مجيب المضطرين نسألك أن ترحم روحا صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء سيد السلطان قابوس بن سعي طيب الله ثراك لن تنساك قواتك المسلحة الباسلة وستظل طلتك البهية الشامخة في ميادين العز والفخر عالقة في أذهانها وروحها تفديك المهج والأرواح يا سيدي في هذا المشهد لا نملك إلا الدعاء فاللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة وألحقه بالصديقين والشهداء اللهم أظله تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك في هذه الأثناء تبكيك عمان من أقصاها إلى أقصاها ستفتقدك الأمتين العربية والإسلامية لقد عشت عزيزا كريما أبيا رحمك الله رحمة واسعة تودعك القوات المسلحة اليوم وهي تخطو قطوات ثابتة وفق منظومة مكتملة الأركان إلى جنات الخلد أيها القائد الشهم مشاهدين ومستمعين كما تتابعون معنا يحمل الجثمان الطاهر إلى مثواه الأخير وها هم أبناء عمان يودعون هذا القائد الباني بعد أن ألقوا عليه نظرة الوداع وكما تابعنا قبل قليل فقد أدى جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم الصلاة على المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه سيحمل هذا الجثمان إلى المثوى الأخير فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته عند السؤال ويغفر له ما تقدم من ذنبه إنه نعم المولى ونعم النصير ورغم صعوبة الفراق ومرارة الألم بفقد هذا القائد العظيم إلا أن عمان ستستمر في مسيرتها الظافرة ونهجها القويم الذي أسس أركانه مؤسس عمان الحديثة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور غفر الله له ورحمه وها هي عمان اليوم تستمر في هذا النموذج الفريد في الانتقال السلس للسلطة وما شهدناه اليوم في هذا الانتقال السلس إلى تأكيد لما رسخ له المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور وبحكمته التي تمتع بها طوال فترة حكمه لم يغفل رحمه الله عن مستقبل عمان حتى بعد رحيله ليسلمها لأيد أمينة وهي كذلك ولله الحمد تسير على خطاه ونهجه فرحمك الله أيها الحكيم القائد وجزاك الله عن عمان وأهلها وعن الأمة العربية والإسلامية خير الجزاء أيها المشاهدون الأكارم نشاهد معا هذه الرحلة الأخيرة للمغفور له صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله محمولا على أكتاف رجال قوات السلطان المسلحة وموشحا نعشه بالعلم العماني رحال قائد عمان وها هي قواته المسلحة الباسلة تودعه في رحلته الأخيرة ومن خلفهم جموع الشعب شيبا وشبانا رجالا ونساء تلهج ألسنتهم بالدعاء لسلطان عاشوا معه قرابة نصف قرن في عهد شهد نقلة كبيرة في كافة المجالات حيث أضحت عمان في عهد المغفور له بإذن الله صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رحمه الله دولة مؤسسات كما أرادها رحمه الله وكان لقوات السلطان المسلحة الدور الكبير من خلال القيام بمهامها وأدوارها الوطنية الجسيمة والمتمثلة في حماية مكتسبات النهضة المباركة والتي تحققت بفضل حكمة وحنكة باني نهضة عمان الحديثة رحمه الله ذلك القائد الذي قاد البلاد من أقصاها إلى أقصاها وهي تنعم بنعمة الأمن والأمان جوانب الشتاء تحققت لعمان في بيئة آمنة كان لقوات السلطان المسلحة الدور الرائد في الحفاظ على هذه البيئة مما مكن المؤسسات الحكومية الأخرى أن تخطو خطواتها العملاقة لينعم المواطن العماني بكل مقومات الدولة العصرية مشاهدين ومستمعين نتابع معكم هذه اللحظات الفارقة في تاريخ عمان بفراق باني نهضتها المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور رحمه الله وغفر له أيها الأخوة المشاهدون والمستمعون في كل مكان العمانيون الذين يودعون اليوم أبا وقائدا تمكن من أن يحشد كل طاقات أبناء الوطن وتوجيهها لتحقيق نقلة نوعية في كل مجالات الحياة كله ثقة اليوم بأن الغدى سيكون أيضا مشرقا ملتفا حول حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد حفظه الله ورعاه وفيا لهذا الوطن ومؤمنا بقدرات هذا الوطن على استكمال هذه المسيرة لبناء عمام حاضرا ومستقبلا فهي مسيرة لا تنتهي ولا تقف عند حدود معينة بل تتواصل ويتعاقب على حمل أمانتها هذا الحزن اليوم تأسيس لعمان أجمل لغد يحمل تصميم الرغبة في رد الدين إجلالا وتكريما وتعظيما لربان الكبير الذي سار بالسفينة واضحا في طريقه معتدلا في اتجاهاته صديق للعالم بقوته الناعمة أخرج الوطن العظيم من عزلته المؤقتة معيدا إلى سياسته الخارجية قوة التأثير رابطا اسمه بين الأمم بالمعاني السماوية السامية للإنسانية والسلام لم يكن لهذا الوطن يوما حدود لأحلام أبنائه التي بهممهم العالية تتحول إلى واقع وشواهد فتمضي السواعد تبني وتشيد وتخطط للمستقبل منطلقة مما تم إنجازه منذ فجر الثالث والعشرين من يولجو من عام ألف وتسعمائة وسبعين لذا هنا اليوم إيرادة صلبة بين العمانيين على مواصلة البناء مقرونة بالحب والامتنان والدعوات الصادقة بأن يتغمد فقيدا للوطن والأمة والإنسانية بأسرها الله بواسع الله بواسع رحمته وارضوانه ونفسح له في جناته بين الصديقين والأبرار إنه سميع قريب مجيب الدعاء مشاهدين الكرام يسترعي مجلس الدفاع انتباه المواطنين الكرام بأنه بالإشارة إلى البيان الأول الذي أعلن فيه عن قيامه بدعوة مجلس العائلة المالكة للإنعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم فقد تسلم مجلس الدفاع هذا اليوم السبت رداً كريماً من مجلس العائلة المالكة تمثل في أن مجلس العائلة المالكة قد انعقد وقرر عرفاناً وامتناناً وتقديراً للمغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رحمه الله بقناعة راسخة تثبيت من أوصى به جلالة السلطان في وصيته وعليه أوكل مجلس العائلة المالكة لمجلس الدفاع القيام بفتح الرسالة وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة من النظام الأساسي للدولة أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام إننا اليوم هذه هي الآن صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم حفظه الله ورعاه وصل بموكبه السامي إلى مقر مقبرة العائلة المالكة في ولاية بوشر حيث سيوار الجثمان الطاهر لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله الثرى لا نقول وداعا بل نقول شكرا وامتنانا لما قدم لهذا الوطن من منجزات عظيمة تمثلت في حقيقة وجود دولة القانون والمؤسسات وما حصدته عمان اليوم من إنجاز كبير بتولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في عمان ليكون خير خلف لخير سلف وجلالته حفظه الله قادم بمشيئة الله بقوة وبطموح وبآمال وبآفاق واسعة تسانده في ذلك اللحمة الوطنية لأبناء عمان الذين يقفون جميعهم خلفه صفا واحدا هذا القائد الذي يتسلم دفة القيادة في عمان قد تهيأت لدولته لدولته المقومات الوطنية التي تضمن استمرار المسيرة ولتسير الخطى بشكل أسرع نحو أهدافها معتمدة على سواعد أبنائها من كل قطاعات المجتمع إن أجيال النهضة ها هي صفوف قوات سلطان عمان الباسلة تحيي في هذا اليوم الذي يلف الحزن قلوب العمانيين جميعا وهم يلوحون بالوداع لوالدهم ولمعلمهم ولمحقق الإنقازات القوات المسلحة الظافرة التي أولاها جلالته رحمه الله كل عناية واهتمام حتى أصبحت هذه القوات اليوم مفخرة ودرعا حصينا لهذا الوطن المعطاء الذي يواصل تقدمه ومسيرته ليجدد عهدا لقائد عمان جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم نسأل الله أن يوفقه ويكلأه بدعمه بدعمه ورعايته ليواصل مسيرة الإنجازات في السلطنة أيها الأخوة المشاهدون والمستمعون عمان في عهدها الجديد بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور حفظه الله ورعاه ماضية إذن في مسيرتها على أرض صلبة وقواعد متينة فلا خوف من مجهول بل نستشرق مستقبلا أفضل بإرادة لا تلين وإصرار متين وبعزم وطموح كبيرين وبامتنان مقرون بالحب والذكرى التي ستبقى خالدة للأب الراحل والمؤسس العظيم جلالة السلطان قابوس فالمسيرة ستشهد زخما كبيرا متواصلا كما شهدته في السنوات الخمسين الماضية في أهد السلطان قابوس رحمه الله الأب القائد والمؤسس لهذه الدولة الحديثة الذي وضع الوطن خلال الفترة الماضية على اعتاب بمرحلة أخرى جديدة تستعد فيها لدخول حقبة ذهبية أخرى لتحقيق أهدافي وآمال الرؤية المستقبلية لعمان إننا نستحضر اليوم بكل إجلال وإكبار تلك التضحيات الجسام التي قدمها السلطان قابوس رحمه الله لبناء الدولة العصرية دولة المؤسسات المستقرة فالإنجازات التي تحققت كبيرة والإيمان عميق بقدرات أبناء عمام وبمستقبل الوطن والفرص الواعدة التي أمامه في مختلف القطاعات أيها المشاهدون والمستمعون الكرام الموكب الجنائزي يشق طريقه من جامع السلطان قابوس إلى مقبرة العائلة الملكة في ولاية بوشر أحسن الله عزاء بلدنا في والدنا السلطان قابوس رحمك الله يا سلطان السلام رحمك الله يا أبونا الذي نشر مضلة حنانه وفيض محبته على كل عماني غفر الله لك وأسكنك فسيح جناته مشاهدين الكرام لقد تشرف مجلس الدفاع بحضور أصحاب السمو أفراد العائلة المالكة الكريمة شهودا كراما على الإجراءات عليه فقد نال مجلس الدفاع شرف فتح الرسالة وقراءتها بشكل مباشر على جميع الحاضرين الكرام والإعلان بأن جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور أهل سعيد المعظم حفظه الله ورعاه هو سلطان عمان حفظ الله عمان وجلالة السلطان رحمك الله يا سيدي رحمك الله يا قائد هذه المسيرة المظفرة فلقد حضيت قوات السلطان المسلحة باهتمام خاص من صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله وهي تواكب كافة مراحل التطور والتقدم لتقوم بواجباتها النبيلة في حمل أمانة الدفاع عن الوطن والذود عن حياضه الطاهرة برا وجوا وبحر وحراسة مكتسباته وحماية مجزات نهضته المباركة إن قوات السلطان المسلحة تعد إحدى الشواهد العظيمة لمجزات النهضة الحديثة بفضل الرؤية الحكيمة والنهج السامي لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور رحمه الله وطيب الله ثراء وذلك انطلاقا من دورها الجسيم الذي تطلع به وستبقى دائما متمسكة بالعهد تحمي تراب الوطن الغالي تذود عن مقدساته الطاهرة حيث تخطو بثبات وفق منظومة متكاملة الأركان تشمل جودة الأداء والتدريب العالي يشكل الكادر البشري في قوات السلطان المسلحة دوما موضع التقدير ومحل الاهتمام من صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور رحمه الله باعتبارهم الثروة الثروة الحقيقية والمكون الأساسي الأهم في منظومة خطط التطوير والتدريب والتسليح رحمك الله رحمك الله يا سيدي رحمك الله وأسكنك جنة الفردوس الأعلى رحمك الله يا سيدي مشاهدين ومجتمعين الأعزاء ها هم العمانيون اليوم يضربون مثالا آخر في تلاحمهم وتآزرهم وتعاضدهم ها هي عمان اليوم ومع أنها تودع قائد مسيرتها جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمة الله تعالى عليه لأنها أيضا تستقبل سلطانها الجديد بقلوب مفتوحة وبأياد تمتد لتبايعه على المسيرة التي مضى عليها جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمة الله تعالى عليه خلال العوام الماضية تلك المسيرة التي أنجزت ما نراه اليوم وما نشاهده من قوة عصرية حديثة يحميها جيش عصري حديث و قوات أمنية تعمل في كافة المجالات ويحميها كذلك كلما تسلح به أبناؤها من علم واجتهاد ومعرفة خلال الأعوام الماضية خمسون عاما لا تعد شيئا يذكر في عمر الأمم لكن العمانيين يضربون وما زال أروع الأمثلة لكل من يتابعهم ولكل من يشاهدهم قد حيرتم العالم أيها العمانيون اللهم إنا نستودعك حبيب قلوب العمانيين جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور رحمة الله تعالى عليه وإننا ندعوك يا مولانا وإننا ندعوك يا إلهنا وإننا ندعوك يا رب السماوات والأرض أن تحفظ جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور حفظه الله ورعاه سلطانا مؤزرا وقائدا بإذن الله تعالى لعمان يقودها ويكمل المسيرة التي بدأها ابن عمان البار جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله تعالى يكمل المسيرة ويكمل معه العمانيون رجالا ونساء كبارا وصغارا هذه المسيرة وتبقى عمان دائما شامقة قوية أبية بأبنائها وبسواعدهم الأبية أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون تأخذ الجنازة المهيبة طريقها وأينما نيمم وجوهنا على هذه الأرض الطاهرة سيصادفنا اسمه جلالة السلطان قابوس غفر الله له في جوامعه التي هي منارات إشعاع إسلامي تلك الجوامع التي تحمل اسم السلطان قابوس نسأل الله أن تكون في ميزان حسناته فقد اهتم جلالته رحمه الله بعمارة المساجد في عمان وبدل لها الغالي والنفيس لتبقى منابر علم ونور لهذا البلد المؤمن بالله سبحانه وتعالى ربا كريما رحيما وتصادف اسم السلطان قابوس في صروح العلم في جامعته ذلك الصرح الذي تخرج منه الشباب العمانيون وانضموا إلى حقول العمل والبناء والتطوير واهتم جلالته بالتعليم وحملت الكثير من المدارس والكليات والمعاهد اسمه الذي حفر بحروف من ذهب ونور جيل ممتن لما نال من منجزات تحمل اسمه القائد المغفور له بإذن الله تعالى وهاهم أبناء القوات المسلحة الباسلة يحتفون ويزفون إلى جوار الله سبحانه وتعالى هذا القائد المؤمن بالله والذي ذكرنا في جميع المحافل التي شرفها بحضوره بأن نشكر الله ونحمده على النعم التي تحققت لعمان في عهده المجيد موكب مهيب ملتف بهذا العلم الأبي الذي يلتف العمانيون اليوم كلهم حوله مشمرين ومصممين على مواصلة هذه المسيرة الظافرة المجيدة لتحقيق طموحات أكبر لعمان وللعمانيين واستمدت عمان مكانتها من تاريخ عريق فقد قال جلالته رحمه الله إن عمان كانت في الماضي ذات سمعة بين الأمم وسوف نعيد إليها هذه المكانة وقد وعد فأنجز وعده وباتت عمان اليوم صاحبة مكانة عظيمة بين الأمم وإليها تحج الوفود بحثا عن حلول لما تعاني منه المنطقة والعالم من مشاكل واضطرابات وكانت عمان ذات يد يد بيضاء وسخية لحل الكثير من المشاكل العالقة ولتجنيب المنطقة الوقوع في الاضطرابات والحروب التي تدمر مقدرات الشعوب هذا القائد الذي يودعه وأبنائه بكل حب وبحزن كبير لم يسخر طاقاته للصراعات والحروب وإنما علم العمانيين كيف يسيرون في طريق السلام وفي طريق البناء وفي طريق التعمير وفي طريق الاستقرار جلالته رحمه الله خصص جوائز للعلماء جائزة لحفظ البيئة جائزة السلطان قابوس لحفظ القرآن الكريم جائزة السلطان قابوس للآداب والفنون أيها القائد الملهم رحمك الله رحمة واسعة وأسكنك جنة الفردوس الأعلى فقد كنت سندا وعونا لنا تودعك القوات المسلحة اليوم وهي تدعو لك بالرحمة والغفران لقد كنت قائدا شهما مخلصا أبيا عزيزا كريما مشاهدين ومستمعين الكرام مع كل هذه المشاهد المحزنة نقول إننا إذ نجد أنفسنا في هذا الموقف العصيب ومع كل هذا الألم الذي يحيط بنا إلا أن لنا خير العزاء في نقاء الهوية العمانية التي نعيلها كعمانيين بل نعليها كعمانيين فوق كل انتماء والتي هي أساس البناء الوطني فالانتماء لهذا الوطن العظيم ولهذه الأمة العربية العمانية المباركة هو فخر في حد ذاته وهو كذلك عزاء كبير لنا جميعا فقد تشكلت هذه الهوية الراسقة على مدى العقود الماضية لتكون واحدة من أهم وأبرز المقومات للحاضر العماني المطمئن والمستقبل الزاهر بإذن الله في جلالة السلطان الجديد الذي سيحمل لواء العمران ولواء التقدم ولواء النهضة ولواء البناء في عمان الغالية لقد جاء في دباجة النظام الأساسي للدولة إن إصدار هذا النظام يأتي تأكيدا للمبادئ التي وجهت سياسة الدولة في مختلف المجالات خلال الحقبة الماضية وتصميما على مواصلة الجهد من أجل بناء مستقبل أفضل يتميز بمزيد من الإنجازات التي تعود بالخير على الوطن والمواطنين وتعزيزا للمكانة الدولية التي تحظى بها عمان ودورها في إرساء دعائم السلام والأمن والعدالة والتعاون بين مختلف الدول والشعوب مستمعين ومشاهدين العزة رغم هذه المحنة التي تثقل قلوبنا جميعا كعمانيين وبالتأكيد كل محبي عمان وأهلها إلا أن ما تم اليوم في مجلس عمان من تنصيب جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه وأداء جلالته للقسم وما رأيناه وتابعناه ووقفنا عليه جميعا خلال الساعات القليلة الماضية من وفاء أبناء الأسرة المالكة الكريمة لمسيرة جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله ووفاء هذه الأسرة كذلك للبلاد والعباد حيث لا خلاف ولا شقاق وإنما وبفضل الله تعالى محبة ووفاق وكذلك التفاف جموع أبناء الشعب العماني الأبي من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها وتضافر جهود الجميع جميع المجالس والمؤسسات الحكومية والأجهزة العسكرية والأمنية الجميع يدا بيد الكل في لحمة واحدة وبناء مرصوص ورأي واحد وبقلب واحد محافظين على ما تحقق في بلادنا الغالية سلطنة عمان من منجزات ومرابطين على خدمتها وصونها والحفاظ عليها والدفاع عنها إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها إنها مشاهد مهيبة ومواقف قل أن تتكرر على مر العصور أي أمات عظيمة هذه الأمة أي شعب عظيم هذا الشعب أيها المشاهدون والمستمعون في كل مكان نواصل لحضراتكم وصف هذه المشاهد الحية لمراسم جنازة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد السلطان المؤمن بالله في يوم عمان الحزين هذا رحم الله السلطان قابوس الأب القائد والإنسان العظيم فصبرا صبرا مؤمنين بالله الواحد الأحد لقد رحل والدنا السلطان قابوس وأودع عمان أمانة في عناقنا عمان الدولة العصرية عمان الآمنة المستقرة عمان دولة المؤسسات والقانون التي حرص المغفور له السلطان قابوس على إكمال مقوماتها وترسيخ دعائمها على مدى الأعوام التي قاد خلالها النهضة حتى تبلغ عمان المجد والفخر الذي تعيشه اليوم ويطمئن فيه المواطنون على استمرارية عناصر القوة في هذه المسيرة ويبقى الوطن قويا قادرا على التغلب على جميع التحديات وتحقيق الطموحات في الحاضر والمستقبل تترسق دعائمها بالمؤسسات والنظم التي تستجيب لتطور المجتمع وحركة التنمية المستمرة والمختلف الظروف المتغيرة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا على الصعيد الوطني أو العالمي لقد كانت البداية حبلة بالتحديات والصعاب لقد كان مجرد حلام وطموحات لم يعتقد البعض أنها يمكن أن تكون يوما واقعا وكان بين الحلم والواقع مسافة من الصعب قياسها غير أن تلك الرؤية البعيدة التي آمن بها المغفور له سلطاننا العظيم قابوس مع الخطوات الأولى لتحويل الطموحات إلى شواهد يعيشها الإنسان العماني انتصرت على جميع المبررات والرهانات التي كان من الممكن أن تؤجل معركة البناء وتؤخر انتاج ذلك الحلم في ذهن القائد الشاب الطموح بحجم تلك التحديات التي واجهتنا في هذه المسيرة خاصة في مراحلها المبكرة والمعطيات القاسية على الأرض لم يكن أكثر المتفائلين يتصور حجم الطموحات التي تحققت على الواقع اليوم إنما كان حلما صعب المنال أصبح منجزا ينعم به إنسان عمان في أي مكان على تراب هذا الوطن لذا خرجت الصورة مغايرة لكل التوقعات والإنجازات أكبر من الأحلام نفسها قياسا للفترة الزمنية التي تحققت خلالها وأبهرنا العالم بدولتنا الفتية القوية المعاصرة لقد مضت عمان بثبات في مسيرتها واتخذت من الإصلاح والتطوير نهجا لا رجعت عنه وأنجز أبناء لهذا الوطن إصلاحات جريئة في ظروف كانت صعبة وقفوا صفا واحدا وأسهم الجميع كل من موقعه في هذه المسيرة وأثبتوا للعالم كما كانوا على الدوام أنهم لا يعرفون المستحيل مهما ارتفع سقف التحديات إنها العزيمة وذلك الإصرار على العمل والإنجاز التي توارثها بناء عمان جيلا بعد جيل قيمة أصيلة في الإنسان العماني الذي لم يعرف يوما التراجع أمام الصعاب بل يمضي إلى الأمام بخطا ثابتا رحمك الله يا سلطان القلوب رحمك الله أيها القائد الباني ستبقى قوات السلطان المسلحة مستمرة في عمليات التطوير والتحديث ستظل دائما وأبدا السياج المنيع للوطن العزيز مسخرة جميع الوسائل والقدرات المادية والبشرية من أجل استمرارية التطوير والتأهيل لمنتسبيها لتبقى فاعلة وقادرة على حماية هذا الوطن الغالي في البر والجو والبحر حاملة شرف أمانة الدفاع عنه وضمان استقراره وحماية منجزاته وصون مكتسباته وتحقيق الأمن والأمان للمواطن والمقيم رحمك الله يا سيدي مشاهدين ومستمعين لعل من الصعب أن نصف هذه اللحظات الحزينة لكننا نحاول أن نتماسك لننقل لكم هذه الصورة ونحن نودع قائد البلاد الذي أسسها على خير أساس وها هو اليوم يرحل عن الدنيا وقد اطمأنت نفسه عليها وعلى أبنائها في هذه اللحظات يحمل الجثمان الطاهر ليسجأ إلى مثواه الأخير لك الله يا قائد هذه البلاد الطيبة لك الله حياً وميتاً رحمك الله رحمةً واسعة نسأل الله أن يلهمنا الصبر والسلوان لقد فقدت الأمة حكيمها وفقد العالم رجل السلام لقد سخر هذا القائد الشجاع كل طاقته وجهده وسخر شبابه ونذر حياته من أجل هذا الوطن ومن أجل أبنائه ليكون وطناً للجميع أسس هذه الدولة على أساس من اللحمة والترابط وهذا ما يترجم تلك العلاقة الحميمة بين القائد وشعبه فالعمانيون عاشوا مع هذا القائد جيلاً بعد جيل تربوا في كنفه لكن عمان ستبقى بعده بإذن الله شامخةً كما أراد لها رحمه الله وإن صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد حفظه الله ورعاه سيحمل هذه الأمانة لأنه عرف وتربى على يد جلالته رحمه الله الآن يدخل النعش و وجلالة السلطان هيثم بن طارق وإخوته يحملون هذا الجثمان الطاهر وكلهم حزن على فراقه لا شك أنها لحظات عصيبة وصعبة لكن الإيمان بالله أقوى على تحمل كل الصعاب فجلالة السلطان هيثم بن طارق خير خلف لخير سلف سيعضده العمانيون وسيقفون معه كما وقفوا مع قائد هذه البلاد الذي غادر هذه الدنيا وتستمر مسيرة البناء والتعمير على يد القائد السلطان هيثم بن طارق كما رسم لها وخط لها المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم طيب الله ثراه مشاهدين نتابع معكم مراسم تشييع المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور غفر الله له ورحمه أيها الأخوة المشاهدون والمستمعون مازلنا نتابع ونصف لكم هذه المشاهد الحية لمراسم جنازة المغفور له جلالة سلطان قابوس بن سعيد السلطان المؤمن بالله عمان تبدو اليوم قوية عزيزة عمان وحدة الصف عمان اللحمة الوطنية الواحدة القيمة الأغلى في الأمن والاستقرار وأولى ثمار نهضتنا نجح السلطان قابوس في توحيد العمانيين تحت راية الوطن فجمع الشتات ودع الجميع للبناء فلب النداء ولذلك نجحت البلاد واستبدلت الليلة المعتم بوجه مشرق وحيوي ووضع الأب القائد والمؤسس القواعد السليمة لنعاش الاقتصاد الوطني وإطلاق حركة التنمية والبناء في البلاد من خلال عدد لا حصر له من المشروعات الوطنية الكبرى في مختلف المجالات ضمن خطط تنموية كان فيها المواطن شريكا من خلال جولاته ولقاءاته المستمرة مع المواطنين أو من خلال المؤسسات التشريعية والرقابية التي توجت بإنشاء مجلس عمان إن من عاش رحلة المعاناة والبناء للخطوات الأولى ليس كمن قرأ أو سمع لقد تكبد الأب المؤسس جلالة السلطان قابوس الكثير حتى ينعم الأبناء بالمنجزات اليوم شباب عمان معقود عليهم اليوم الآمال الكبيرة في الحفاظ على هذه المنجزات والالتفاف حول الوطن وقيادته الجديدة لتتواصل المسيرة كما أرادها الأب المؤسس لعمان الحديثة هم القوة الأهم في صناعة التنمية في المشروع التنموي الذي بدأه جلالة السلطان قابوس وهم مواردها البشرية المتجددة التي تستمد منه النهضة العمانية قوتها واستمراريتها وديممتها وكانوا لا يزالون يحضون بالاهتمام الكبير حتى يقوموا بدورهم في المشروع التنموي في عمان ولأن الوطن يستوعب الجميع دون تميز فالأمانة عظيمة والمسؤولية جسيمة للسير قدما للمستقبل إن عمانة بماضيها وحاضرها ومستقبلها أمانة أمانة في عناقنا ولأننا جميعا أمنا بمستقبل أفضل انتصرت عمان عمان التنمية عمان التقدم عمان الاستقرار عمان الرخاء وكسبنا جميع الرهانات لقد حققنا معا العديد من المنجزات في مختلف المجالات وحتى نحافظ على عمان المنجزات ونحقق تطلعاتنا في المرحلة القادمة حتما لابد أن نتشبث بوحدتنا وبقيمنا الوطنية الراسخة وتعزيز تضامننا لأجل أن تظل عمان آمرة مستقرة ينعم شبابها بمنفور الكرامة والرخاء سوف نحافظ على الأهد في البناء والعطاء بكل إخلاص ووفاء ونبقى صفا واحدا وقلبا واحدا وأسرة واحدة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا سنكون يدا واحدة إن نعمة الوحدة والتلاحم التي من الله سبحانه وتعالى على هذا الوطن هي الحصن المنيع الذي يحمي الوطن ومكتسباته ويوفر له أسباب النجاح في مسيرته ونهضته وقد زادت الأحداث الجسام هذه الوحدة قوة ورسوخا كما زادت أبناء عمان إيمانا وعلى ربهم توكلوا فتمكنوا من تجاوز المحن وحولوها إلى مكاسب جديدة نعتز بها هكذا جبل أبناء عمان في مواجهة الصعاب وتخطي التحديات والتعامل مع المتغيرات تزيدهم إيمانا على إيمانهم توحدهم تقوي عزمهم وإصرارهم فيخرجوا منتصرين مشاهدين الكرام ومستمعين أينما كنتم نتابع معكم هذه اللحظات الحزينة في تاريخ عمان لكنها ستكون أيضا انطلاقة جديدة مع قائد جديد نشيع اليوم فقيد عمان الغالي وفقيد الأمة العربية والإسلامية جمعا نشيع رجل السلام حيث يوارى جثمانه الثرى ليرحل عن هذه الدنيا وقد كان رصيده دعاء العمانيين ومن على هذه الأرض الطيبة الطاهرة ودعاء كل المسلمين بإذن الله فالسلطان قابوس طيب الله ثراه كانت يده ممتدة لكل العالم فهو يعمل يعمل ولا يتحدث يشيد يساهم في صنع السلام وستبقى ذكره خالدة في التاريخ ولأن هناك رجالا يخلدهم التاريخ يدخل اليوم المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم رحمه الله في سجل التاريخ مجددا فتاريخه قد كتب في حياته لكنه يمتد إلى ما بعد موته لأنه رجل دولة ورجل أمة عمل على حل الكثير من الخلافات همه أن يكون العالم في أمن وسلام واستقرار ورخاء وهمه أن تكون عمان في مصاف الدول بل في مصاف الأمم فما بناه هذا القائد وما شيده لهذا الوطن يتحدث عنه كل إنسان يتحدث عنه كل مواطن يتحدث عنه كل مقيم على هذه الأرض الطيبة الذي أحس بانتمائه فيها فها نحن اليوم نودع هذا القائد بكل الحزن لكننا صابرون وبعزم الله وبعزم أبناء هذا الوطن وبمشيئة الله وعزم أبناء هذا الوطن وبالقيادة الجديدة الحكيمة بإذن الله ستستمر مسيرة البناء والتعمير على يد جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد حفظه الله ورعاه وسدده إلى كل خير فهو يحمل هذه الرسالة وقد حملها وتسلمها من قائد عمل على بناء أمة وبناء وطن ولا شك فإن العمانيين سيتكاتفون مع قائدهم جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد كما تكاتفوا ووقفوا ولا زالوا يقفون حتى هذه اللحظة مع هذا القائد الملهم الذي لن ينسى ذكره بإذن الله وسيظل باقيا وسيظل إنجازه وتاريخه خالدا في قلوب كل من عرف قابوس نحن معكم مشاهدين الكرام ويختلجنا ويعتصرنا الألم والحزن لكننا راضون بقضاء الله مشاهدين الكرام نتابع معكم تشييع جنازة قائد البلاد المفدى الراحل الذي رحل عنا في هذا اليوم وقد ترك لنا وطنا مكتمل الأركان و بنى مجتمعا متآزرا و متآلفا بكل أطيافه يتجلى ذلك في هذه اللحمة الوطنية في هذا الظرف الصعب لكن العمانيين كما عرفوا أو فياء للقائد الباني الذي بنى هذا البلد صخرة صخرة في شبابه يتحرك في كل أنحاء البلاد ليرى عمان كما تخيلها و تمناها و هذا ما تحقق لجلالته رحمه الله والعزم معقود على شباب هذه الأمة على شباب عمان الذين راهن عليهم جلالة المغفور له الراحل سلطاننا الذين ودعوا هذا اليوم راهن على الشباب بأنهم بأنهم عماد الأمة و بأنهم هم أساس التنمية و غايتها و ستستمر مسيرتك التي رسمتها قبل خمسين عاما بإذن الله ستستمر بهذا العطاء و بهذا التوهج و بهذه اللحمة ستستمر لتكون عمان دولة للسلام والأمن والرخاء و حسن الجوار فعمان هذا هو مبدأها تؤسس للسلام وتقوم على السلام وتمد يدها للجميع ليعمى الرخاء و السلام فهذا هو قابوس الذي انطلق بهذا البلد المبارك في الثالث والعشرين من يوليو من عام سبعين الذي كنا نردده و لازلنا نردده هذا التاريخ هو منارة في جبين كل العمانيين الذين عايشوا تلك اللحظة و كيف انطلق الوطن مع هذا القائد الذي وعد فأوفى و رحل عنا و قد وفى بكل ما وعد رحمك الله يا قابوس رحمك الله يا رجل السلام رحمك الله أيها البان المؤسس و أنت تنتقل إلى جوار ربك نم قرير العين بجوار ربك يا سلطان البلاد فإنما فعلته كفيل بإذن الله تعالى و شفيع لك يوم القيامة فالعمانيون يلهجون بالدعاء بأن يغفر لك و يرحمك و أن يجعل الجنة مثواك لأن العمانيين ارتبطوا بك قائدا و أبا و مؤسسا و بانيا فذكراك يا جلالة القائد ستبقى ستبقى إلى الأبد بإذن الله محفورة في قلوب كل العمانيين فأنت قائد فريد من نوعك لذلك يطمئن العمانيون و هم يسجوك إلى مثواك الأخير بأنك عملت أكثر مما كان يتمناه العمانيون فرحمة الله عليك رحمة واسعة الدموع تنهمر لفراق هذا القائد العظيم الذي نودعه جميعا يودعه العمانيون تودعه الأمة العربية و الإسلامية يودعه العالم أجمع سنفقد لكننا لن نفقدها بإذن الله الحكمة التي تحدث عنها القاصي و الداني لهذا القائد الحكمة التي حفظت على هذا البلد من كل ما يدور من متغيرات أمنية تستهدف أمن الأوطان لكن هذا القائد ظل محافظا على وطنه بل كانت اللحمة الوطنية ساعدا له فهو كان سديد الرأي يتسيم بالحكمة و العقلانية في التعاطي مع كل الأمور يتسيم بالرحمة يتسيم بالإنسانية هذا الرجل الذي يعز عليه أن يرى دمًا سائلًا في أي مكان هذا الرجل يحافظ على الأمة يحافظ عليها حينما تفقد الحكمة لكن حكمتك يا سلطان البلاد ستبقى و نهجك سيستمر بالقيادة الحكيمة التي سلمت لها العهد والولاء للحفاظ على هذا الوطن و أبنائه و شعبه و للحفاظ على كل مرتكزات الوطن و على كل أسسه تغادر هذه الدنيا و أنت قرير العين يا قابوس الحكمة و السلام يا قابوس العزة يا قابوس اللحمة الوطنية ستبقى في قلوبنا إلى أن نغادر هذه الدنيا ستبقى في قلوبنا دائما رحمك الله يا سلطان البلاد و أسكنك فسيح الجنان و جزاك عنا خير الجزاء و جزاك و جزاك و جزاك إحسانا لما قدمته لنا و لما قدمته لهذا الوطن الذي بنيته و بدأت في بنيانه من الصفر إلى أن رأيناه بلدا شامخا عزيزا بقدرة الله و بجهدك الذي آليت على نفسك إلا أن ترى هذا الوطن شامخا عزيزا مؤزرا هذه اللحظات من الصعب أن نصفها أو نقول فيها كلمات الكلمات تكاد تمتنع تكاد لا تخرج لا نستطيع أن نعبر لكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ يَرَاجِعُونَ مُشاهدين ومستمعين الكرام ما زلنا نتابع معكم في هذا النهار الحزين من أيام عمان وفي هذا اليوم الذي يعتبر يوما فارقا في تاريخ عمان الحديث وإن كان فيه ما فيه من الحزن إلا أن الكثير مما ظهر إلى الآن يفرح إلى حد ما بهذا التناغم وهذا التكاتف وهذا التلاحم ففي مراسم تنصيب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه أكد جلالته على الحفاظ على ثوابت العمانية وعلى النهج القابوسي الحكيم الذي أرسى دعائمه جلالة المغفور له بإذن الله تعالى السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور رحمه الله وأحسن إليه كما أحسن إلى هذه الأمة بعد الدفن وهنا يتم السلام من المعزين من الحاضرين من أصحاب السمو وأصحاب المعالي هنا لا فرق بين العمانيين كلهم واحد مدني وعسكري مسؤول وموظف بسيط جميعهم مصابهم جلل جميعهم مصابهم واحد جميعهم لديهم نفس الألم يتألمون نفس الألم كيف لا وعمان تفارق قابوس هذا الاسم الذي ارتبط باسم عمان الحديث منذ أن انطلقت مسيرة التنمية والبناء هنا في سلطنة عمان منذ عام ألف وتسعمائة وسبعين تحديدا في ثالث والعشرين من يوليو حين تسلم الراحل المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمة الله تعالى عليه مقاليد الحكم وأعلن مبادئ السماح مبادئ الغفران مبادئ التسامح مبادئ عفى الله عما سلف وأعلن للجميع أيها العمانيون إنها صفحة جديدة نفتحها معا تعالوا ارجعوا من مناطق التي تتواجدون فيها حيث أنتم حيث تأكلكم الغربة وحيث تتألمون بآلام مفارقة بلدانكم وأهليكم عودوا إلى عمان ولنبني معا عمان جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه أكد اليوم أيضا على بقاء عمان على هذا النهج النهج التسامحي النهج القابوسي نهج المسامحة ومد يد العون للجميع عدم التدخل في شؤون الآخرين واحترام الإنسان وبقاء الإنسان هو هدف التنمية وهو محركها الأساسي النهج الذي أيضا يحافظ على جميع المواثيق والمعاهدات الدولية مع معسسات الأمم المتحدة ومع غيرها من الدول هذا النهج الذي سيثلج صدور العمانيين بإذن الله تعالى وإن كانت هي لحظات عصيبة إلا أنه لا بد أن نذكر أنفسنا بأننا نتأمل قادما أفضل نتأمل خيرا قادما بإذن الله تعالى هي هذه أحوال عمان مشاهدين ومتابعين الكرام هو هذا حال عمان اليوم من أقصى الجنوب من صرفيت مرورا بالوسطى والشرقية بشقيها ومسقط وساحل الباطنة بكل ما فيه وداخلية عمان وظاهرتها كل مناطق عمان كل أبناء عمان يتألمون هذا الآلم اليوم وهو وداع صعب وقاس إلى حد كبير لكنه أمر الله تعالى ونوقن به ونؤمن به نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد فقيد عمان بواسع رحمته وأن يتولاه بعنايته مع الصديقين والشهداء وحصنا أولئك رفيقا وكذلك كل مناطق عمان التي ذكرناها من شرقها وغربها قلنا وجنوبها وشمالها من مسدم إلى البريمي إلى كل مناطق عمان كلهم يدا واحدة وقلبا واحدا تلهج ألسنتهم بالدعاء للمغفرة والرحمة لفقيد عمان الغالي سلطان البلاد جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمة الله تعالى عليه شاهدين ومستمعين الكرام إن للرحيل فصل مؤلم وللفقد طعم أكثر إيلاما لكن العزاء الأكبر لكن العزاء الأكبر في الراحل الكبير هو اخضرار ما سقت يداه في الأرض العطشاء الأرض الخاوية التي زان بشرها وعمرها بكل ما أتاحت له أدوات التنمية من سبل طوعها وطورها المغفور له ليلة نهار حتى خرج بها من الإطار التقليدي للبناء إلى دولة حديثة استطاعت بكل ما أوتيت من مؤسسات وقوانين أن تقف شامخة في أكثر لحظات المنطقة اهتزازا إنما يبنى على ثقة وإخلاص يمكت في الأرض وهذه الطمؤنينة الربانية كفيلة بأن تفتح أبواب أخرى من التقدم والأمل والمستقبل التقدم المحفورة شواهده في كل مكان من عمام تقدم وحضارة ونهضة لم يكن طارئا في الزمان أو وليد صدفة المكان رحم الله الأب القائد والإنسان السلطان قابوس رحل وقد اكتملت في عمام قواعد البناء بمؤسساتها مختلفة وتشريعاتها الشاملة ومبادئها السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة على العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعمات قوية للوطن في أمنه واستقراره والحفاظ على مكتسباته ومنجزاته وعلى استدامة تنميته ورخائه وازدهاره كما كان الأب المؤسس الأول الحكم في عمام لأسرة ألبسعيد سنة 1744 ميلادية الإمام أحمد بن سعيد ذكره خالدة في التاريخ العماني لنجاحه في توحيد أبناء عمان في لحظة تاريخية حاسمة أنذاك مؤسس لقواعد دولة قوية امتدت شرقا وغربا كذلك فإن جلالة السلطان قابوس رحمة الله عليه ستبقى ذكره سرمدية في التاريخ الحديث العمان فكان هو الأب المؤسس لعمان الحديثة والقائد الذي تفاعلت داخله أحلام فتحققت لرباطة جأشه ونجح في نتغلب على الكثير من المعضلات والتحديات حتى ينشئ هذه الدولة القوية والتي يشار لها دوليا بالبنان السلطان قابوس ولد في السابع عشر من شهر شوال عام 1359 هجرية الموافق الثامن عشر من نوفمبر سنة 1940 في مدينة صلالة بمحافظة ظفار جنوب عمان الغالية وهو السلطان الثامن لعمام في التسلسل المباشر لأسرة ألب سعيد التي تأسست على يد الإمام أحمد بن سعيد إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجر مسمى فلنصبر ونحتسب يا أبناء عمان إن لله وإنا إليه راجعون إن لله وإنا إليه راجعون مشاهدين ومستمعين إذن في هذه اللحظات يغادر جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور حفظه الله ورعاه المقبرة وهي مقبرة الأسرة الحاكمة ولا شك أنه يوم حزين في تاريخ الأسرة الحاكمة وفي تاريخ عمان لكن صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور حفظه الله ورعاه سيأخذ البلد إلى نفس المسيرة التي أخذها المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله فعمان لن تتوقف في منجزاتها ورجالها لا زالوا مستمرين في العطاء مشاهدنا الكرام ومستمعين أينما كنتم يغادر في هذه اللحظات جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور حفظه الله ورعاه المقبرة بعد أنوار ثرى بعد أن ووري الثرى قائد البلاد ومؤسسها السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور غفر الله له ورحمه إذن تدخل اليوم عمان رغم الحزن والألم تدخل مرحلة جديدة من مسيرة البناء والعطاء فالعمانيون كما عهدوا مع قادتهم دائما فهم منهم وإليهم وعمان تستمر بعطائها وتستمر في تنميتها وتمد يدها للسلام دائما لكل من أراد السلام إذن يغادر في هذه اللحظات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور حفظه الله ورعاه المقبرة بعد بعد أن شهدنا هذه اللحظات الحزينة إذن بهذا مشاهدين ومستمعين نقلنا لكم هذه الصورة لرحيل قائد البلاد السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور رحمه الله نسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يحله محل الأبرار والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا هذه تحية مني ومن الزملاء إبراهيم بن سيف العزري يوسف بن حميد اليوسفي عامر بن أحمد العمري وكذلك التحية من الرائد محمد بن سعيد المشيخي والرائد محمد الغيلاني شكرا لكم ونقول لكم صبرا ورحم الله جلالة السلطان وحفظ الله عمانا للغالية في خير وسلام وأمن ورخاء وأيد سبحانه وتعالى صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور حفظه الله ورعاه وإن لله وإن إليه راجعون دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم